فقرتنا الحالية خاصة بثقافة العمل والنجاح والإبداع كل ده هنقشه من خلال لقاءنا مع الدكتور طارق أبو طالب باحث بعلم الثقافات صباح خير يا دكتور صباح خير يا فاني الحقيقة يعني دايماً لما نتكلم على الثقافة فهي القوة النعامة لو هنعرف المشاهد بشكل كده بسيط ومبسط مفهوم الثقافة الثقافة كل مجتمع في العالم له ثقافة أكيد والثقافة دي هي اللي بتوضح صورة وشكل المجتمع فأبسط تعريف للثقافة هي مجموعة الأفكار والقيم والعادات والتقاليد والمعتقدات والفن والإبداع اللي بيملكها أي مجتمع اللي هي بتتحكم في رؤيته للحياة طريقة ترتيبه فقهة أولوياته عيشته حياته إزاي والثقافة بتنقسم لتالت أجزاء رأس مال ثقافي رأس مال اجتماعي رأس مال مادي رأس مال الثقافي هي اللي كنا بنتكلم فيه قبل الهواء هي مجموعة المبدعين اللي جوه المجتمع بزبط كريمة المجتمع الأدباء الفنانين صحيح اللي بيقدروا يبنوا من وقت للتاني مجموعة من الأفكار والقيم تعلى بالمجتمع أكيد ترفع القدوة ترسم الصورة الكويسة تدي انتماء ووعي للناس اللي موجودة جوه المجتمع أمل في الحياة رأس المال المادي هو مجموعة المشاريع والحاجات اللي فيها تعامل اقتصادي رأس المال الاجتماعي هو البشر هو البن قدمين اللي جوه المجتمع قدي ايه شباب قدي ايه بنات قدي ايه أفراد قدي ايه مسنين بتأسيمتهم بقى العلمية والثقافية بحالتهم بكل حاجة الثقافة هي أساس المجتمع هي حائط الصد على قد ما كانت الثقافة قوية هي حائط صد لحماية المجتمع هي ضد الغزو الفكري هي ضد انتشار الأشعاعات ضد انتشار الإهمال أو الاستطار بنقل الثقافة محتاجينه في كل مجالات الحياة بالنسبة لنا وعلى رأسها العمل 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 طيب أحيانا يعني بنجد كده انه في بعض الدول عندها كده شعار يعني العمل يجلب السعادة يمكن منهم الألمان يعني هو بيشعر طول ما هو بيعمل انه هو سعيد هل نقدر نقول انه مفهوم العمل بشكل انه هو بيرتبط بثقافتي وبانتاجي وبمستوى الحياة نقدر نقول انه هو ممكن يكون من أحد الأسباب اللي تخلينا سعداء أفضل وأقوى وأقدم من صدر ثقافة العمل للعالم كله هم المصريين قناة السويس مصريين الأهرامات مصريين في حكاية كده بسيطة بيقولك تدل عن مدلول ثقافة العمل واحد ماشي في الطريق فلقى مجموعة كبيرة من الأحجار ومجموعة من العمال سأل أول واحد بتعمل ايه رد عليه بعصبية شوية يعني بعمل ايه شمس وبكسر في حجارة عد على اللي بعدين بتعمل ايه قال له مش قالك شمس وبنكسر في حجارة وبنعملها أوليك توب عد عالي بعديه بتعمل ايه؟ قال له بنعمل أوليك Lulu وحجارة بيقولها ها بنوا بيها مصنع عد على آخر واحد بتعمل ايه؟ قال له احنا بنكسر الحجارة وبنعمل منها أوليكnity هنبني بها مصنع على أول الطريق والمصنع ده هداخل كهربا وهي سفلته الطريق القرية بتاعتنا هتبقى على الطريق العام وفيه كهربا هتخش المكان والمواطنين اللي جوا القرية هيشتغلوا في المصنع الأربعة شغالين في مكان واحد بس الأربعة عندهم ثقافة مختلفة ورؤية مختلفة للوضع أضعفهم اللي بيشتغل بدون رؤية بدون صبر بدون انتماء وأفضلهم هو اللي عنده أمل وعنده صبر الأربعة بيشتغلوا في نفس الجو في نفس المكان بنفس الأداء بنفس الأجر لكن اختلف جواهم ثقافة العمل أنا شايف العمل البديد بيكون عندي ثقافة العمل دي يعني أهم حد بيكون عندي الأطفال يعني السن الصغير أننا لما بديهم المفهوم وأهمية العمل وبوضح وبركز على هذا المفهوم من خلال طبعا القدوة وكده بلاقي أنه الأطفال بيتربوا على هذا النهج وبعدين بيعرفوا يعني إيه قيمة عمل يعني إيه أن أنا أبدأ في عملي يعني إيه أن أنا أكون مثقف وده بيبدأ من الصغر الحقيقة بيبدأ من المدرسة ومن الأسرة الأسرة الإبن بيشوف والده بيشتغل إزاي هل هو هاطل عن العمل هل هو مجتهد هل هو لما بيرجع البيت بيشكر في الشركة اللي هو فيها بيتكلم عن طموحه هل هو حاسس أن والده له مكانة كويسة جواه المجتمع بيشتغل بيها ولا شايف أن الوالد مستهدر للأسف الشديد الفترات اللي فاتت من خمسين سنة عادت على المجتمع كويس في نتيجة الحروب والظروف الاقتصادية الدولة المصرية كان عليها أعباء شديدة جدا جدا لكن ما شلتش إيدها من التنشئة بالنسبة للأطفال بدليل ورش العمل إلى الآن اللي بتحدث داخل المدارس كسفت الفصول بدأنا نقلل منها طيب التوعية عند الأسرة الأب والأم لازم ينشروا ثقافة العمل والعمل مش إنك يا طفلي صغير تطلع تشتغل العمل جوا البيت انت ليك دول اجتماعي جوا البيت ترتب بيتك ترتب قطتك عملك جوا مدرستك عملك جوا الدفتر بتاعك اللي بتكتب فيه الوجب بتاعك عملك في حفاظك على المكان اللي انت قاعد فيه عملك في احترامك ليه اليابان متقدمة جدا في التعليم وليه في الثقافة العمل عندهم هي ثقافة حياة مبدأ حياة عشان بياخدوها من التنشئة الاجتماعية صحيح صحيح منذ الطفولة صحيح بيبدأ معهم مع الطفل مفيش في البداية الأولى تعليم فيه تنشئة صحيح بيبدأوا أول سنتين تلاتة مع الطفل إزاي نعمل لك عملية التنشئة انت تشوف المجتمع بتاعك إزاي انت هتبني فيه إيه طيب احنا بنتكلم مع كمان يعني حضرتك عشرت إلى نموذج مهم جدا اليابان الصين عندهم يعني ثقافة العمل دي ما شاء الله وعندهم حاجة كمان لطيفة أو يعني الشعوب اللي هي الأسيوية دي يعني العمل الجماعي هو أساس نجاح أي عمل واحنا بنحتاج ان احنا ننمي الثقافة دي عندنا في مصر ثقافة العمل مرتبطة بالمكان اللي حضرك بتعملي فيه حضرك شغالة هنا في التلفزيون المصري فيه ليكي رولز شغالة عليها فيه سياسة محطوطة فيه رؤية موجودة تقدري تبدأي في المكان لكن ما تقدريش تخلي بالمكان تقدري تضيفي حاجة كويسة لكن ما تقدريش تحزيفي حاجة تاني المطلوب ان كل واحد شغال في مكان هو لازم يقوم بالدور صحيح المنوت بيه طيب الدور المنوت بي ده معناها ان أنا عندي تحمل مسئولية وان أنا في موقع قد المسئولية ومتحمل المسئولية بشكل كامل وببدع وبعمل ده ده مهم قوي ان انا وصله احنا محتاجين كل واحد يقوم بالدور بتاعه بدون تكلف بدون ما يضيف اليه او يحزف منه بدون ما يقلل قيمة العمل اوقات كتير او بنبص للعمل ان هو حاجة ممكن تكون مش مهمة لا بالعكس انت جزء مهم في عملية البناء مش انت اللي هتقيمه احنا اللي هنقيمه او اللي حطوا سياسة العمل جوه المكان هم اللي هتقيموه في ناس ليه رؤية حتى العمل ده بشكل معين بوقت معين باتجاه معين عشان توصل لمصار معين كويس المفترض ان كل واحد يشبه الجندي في موقعه ما يقللش من دوره ولا مكانته نجحنا في اكتوبر وانتصرنا بفضل الله تعالى عشان كل واحد كان حافظ دوره كويس رغم الامكانيات الا ان كان سعب انتصارات اكتوبر كانت الحماسة والشهامة والقوة والصبر والتدريب ده نموذج ليه ما نمشيش بيه في كل حياتنا اكيد اكيد لازم ليه ما ناخدوش كده قدامنا طيب انا محتاج عشان اقدم ده او ان اقنع ناس لازم يكون عندي نمازج من خلال الدراما من خلال الافلام موسائقية ان انا بقدم النمازج اللي يعني اتخذت هذا النهج في حياتها ووصلت لنتيجة لو الشباب شاف ده بيبدأ انه يتعلم من الاخرين او اكتير بنتهي من الدراما وبنتهي من بعض القنوات وبعض الافلام والمسلسلات هي اسائج حضرتك ان دي قوة نعيمة يعني دي رسالة غير مباشرة اللي بيكون اقصر تأثيرا بالضبط هي اسائج كتير لبناء القدوة داخل المجتمع المصري وده حقيقي لكن على الجهة التانية في كتير من الناس استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سلبي جدا وهي دي الثقافة ازاي اقدر استفاد من حاجة قدامي ازاي اقعد على مواقع التواصل عشان استفاد وافيد مش عشان اروج اشاعة او اجري وراء اشاعة او عشان اهرب من عملي او اهرب من الوقت او اهرب من مشاكل كويس دي بتبني شخص سلبي احنا محتاجين اعادة بناء منظومة القيم داخل المجتمع اهم ما يميز اي مجتمع هي منظومة القيم الافكار عقدتك ايه افكارك ايه قيمك انتمائك ازاي تمشي ورا الاشاعة هو مين اللي عمل الاشاعة اللي بيعمل الاشاعات هما يشبهه كتير جدا للشياطين كانت زمان بتسترق السمع من السماء وتجيب خبر وتحط عليه الف خبر صحيح وتبدأ ان هي توصله لجمع المجتمع المشعاوزين والدجالين ان هما يقوموا بالدور ده ما انا لو انسان مثقف وعندي وعي وعندي علم مش هنقاض ورا ده ولو انسان مؤمن بفكرتي وبقضيتي وبانتمائي برضو مش هفكر لان انا عندي خريطة انا ماشي عليها مفيش حاجة هترجعني دايما للمصريين دايما بينجحوا كتير جدا برا صحيح البيئة البيئة المحيطة بيها مجموعة الافكار القوانين الالتزام الحدود صحيح الحساب والعقاب والثواب لازم يكون موجود احنا النهاردة جوا مجتمع هو في اصعب لحظاته اكيد اكيد العالم كله بيمر بازمة الاول كنا بقول الدولة المحيطة بينا الوقت العالم كله بيمر بازمة ما يحمناش بعض الله سبحانه وتعالى الا قوة الثقافة اللي هي بتمثل ارتباطنا ببعض انتمقنا داخل الوطن اجتمعنا على كلمة اجتمعنا خلف القيادة رؤية قيادة ترتيب امورنا عدم الخوط في الاشعاعات اللي عمل الاشاعة هو مش شخص في هوضوي الاشاعة عملية ببناء في ناس عملتها ودرسة مين اللي هتروح لها ودرسة المردود بتاعها ايه هي كويس فانا النهاردة ليه اروح في الاتجاه الاشعاعات ليه اكون شخص سلبي المعارضة احنا بنتكلم عن المعارضة عرض الفقر واعمل حاجة فيها خير عرض الجهل احنا ليه بنعرض او فكر المعارضة عندنا مرتبط دايما بالحكومة او بالدولة في حاجات كتير جدا هي اهم ان احنا نعرض بيها عرض الفقر في انك تعمل خير عرض المرض في انك توفر علاج لحد عرض الجهل في انك تعلم حد المعارضة مش كلام ولا جرفات تتملونة ايه ولا زهور المعارضة ان انا اعارض كل حاجة تهدم دولتي او تهز قياطتي احنا محتاجين صف واحد في الوقت الحالي الثقافة ترتبط دائما بالابداع ولكن كي ابداع لازم يكون عندي هذا المغزون للثقافة على مدار السنوات انامي الثقافة دي ازاي على مدار السنوات بشكل عام هرجع لحضراتك في الجزء الاول وهو الدراما للاسف الشديد الدراما الفترات اللي فاتت اظهرت اشخاص كان لا يمكن ابدا زهرهم واصبحوا كدوة دول بسبب احبط لمجموعات كبيرة في المجتمع ازاي شخص ما يطلع في كم دقيقة عشان ياخد كم مئة الف او كم دقيقة ازاي حضرتك السوشيل ميديا والتربح من السوشيل ميديا بالضبط وحتى في المسلسلات الدرامية ازاي اجيب تاجر مخدرات تلاتين حلقة بيأكلوا بيشربوا بيسافروا وعيش في قصوروا وبيتجوز وفي اخر ربع ساعة من الحلقة الاخيرة بيتقبض عليهم انا نميت كده جوا الشخص الاحساس السلبي طب ليه ما احنا عندنا يعني حصل اجماع كبير على الاختيار بأداءه بأفكاره صحيح صحيح ليه احنا ما بنميش الى الان الافلام المرتبطة بحارب اكتوبر الناس كلها تم تتفرج عليها والله بتتفرج عليها ومازالت انه هي ليها يعني رونة كده وتزوج خاص طب ده على سبيل الدراما طب على سبيل القدوة الحقيقية النهاردة كل الناس بتاعشك محمد صلاح والنادي بتاعه لان هو محمد صلاح بيبصه كدوة بتاعي ايه صحيح الناس كلها بتحب دكتور مجدي يعقوب رحمة الله على دكتور زويل كويس الناس دي كلها احنا ليه احنا ما بنشتغلش على النماذج ديت طيب حضرتك شايف انه الثقافة مرتبطة بالتعليم ولا التعليم ملوش علاقة بالثقافة واحد ممكن يكون مش مكمل تعليم ومثقف جدا واحد متعلم وعاش هدات عالية جدا ويمكن ثقافته محدودة الثقافة هي النعمة اللي رزقها ربنا سبحانه وتعالى للانسان بدليل ان احنا لو جبنا اي مخلوق من الغابة ودينا سيرك وعلمناه بعض الحركات ورجعنا تاني الغابة صحيح هل عنده القدرة انه يجمع القطيع بتاعه ويعلمه مستحيل المخلوق الوحيد اللي على وجه الارض عنده القدرة على التعلم ونقل العلم والاضافة اليه والحسف منه هو الانسان عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عرض الامانة فاقبلها الانسان فاعطاله سبحانه وتعالى حاجتين العقل والحرية طب ليه دايما بنشوف انه الدراما بتصور المثقف ده انه هو عايش في عالم لوحده يعني مالوش علاقة بالواقع يقولك ده مثقف ده عايش في عالم لوحده دايما لابس نظارة فينا وشعر منتوش بالضبط ليه احنا دايما بنحط النماذج بتاعتنا على سبيل السخرية مع انه يعني في الاف او يكون الرد او انت هتعملي نفسك مثقف بقى يعني احنا دايما عندنا حتة كده ليه علاقة بان احنا اجينست الثقافة بشكل عام مع انه في الافلام مثلا الامريكية بتلقي جيش كامل بيتحرك عشان ينقذ عالم عشان عالم او عشان بحث وكله يفكر في ده فبيربوا داخل المواطن او المشاهد لا في قيمة فلما يقابلوا في الشارع هو بيعملوا نفس القيمة احنا اما بيقابلوا في مكان بيعملوا نفس القيمة فاصبح النهاردة احنا من خلال الاعمال الدرامية بنفقد الكدوة داخل المجتمع ودي مشكلة كبيرة محتاجين اعادة ترتبها دكتور طرق يمكن احنا محتاجين ان احنا نركز على اعمادة الثقافة ما هو مفهوم الثقافة يعني خلينا نبعد عن النماذج اللي بتقدم من المثقفين بالنسبة للدراما خلينا نقول بشكل مبسط للمواطن يعني ايه تكون انسان مثقف؟ ثقافتك هي افكارك انت بتفكر ازاي؟ افكارك سلبية ولا ايجابية؟ انا شايف حضرتك ازاي؟ وشايف نفسي ازاي؟ وشايف نفسي ازاي؟ بفكر فيك ازاي؟ شايف افعالك وتصرفاتك؟ هل انا اين بدور القادي والجلاد والحاكم عليك؟ ولا انا والله انتي ليك حدود وأنا ليك حدود؟ صح كويس؟ باحترم ثقافة الاخر باحترم الاخر وباحترم ثقافة الاخر وباحترم افكار الاخر وباحترم عقيدة الاخر الثقافة هي المعتقد الديني بتاعي ليه إحنا في مصر عندنا مفيش أي مساحة مبيني ومبين أخوي المسيحي لأن إحنا تربين على كده أصبحت جزء من ثقافتنا أنا وجورج وبوتلوس ومحمد تعودنا في نوع جمع بعض فإذا بيت الفروق دي خلنا الثقافة دي طيب دكتور طريق ممكن الثقافة مرتبطة بالقراءة وإحنا عندنا الشباب بقى بيهرب من القراءة بالسوشيال ميديا قولك أنا بوسع على السوشيال ميديا بعرف كل المعلومات أنا الإي بوكس أنا هو استبدل الأفضل بالأسوأ لأن اللي موجود على السوشيال ميديا هو عملية معلومة بسيطة ممكن تكون محطوطة لخدمة فكرة أو رأي أو توجه معين حريك شفت الأجانب مثلا في المترو في أي حاجة تلاقيه يعني مسك كتاب صغير كده والمواطن العربي بيقرأ كم كتاب في السنة والمواطن الأوروبي بيقرأ كم كتاب في السنة كم واحد عنده مكتبة ضخمة وفي البيت بالضبط بيع الكتب عندنا وضعه إيه كل واحد النهار ده عايز المعلومة السريعة اللي قدر يتكلم ديه الكلمتين اللي يحفظهم ويقدر يقولهم أكل شهاد كده بالضبط وده خلى بمناسبة السوشيال ميديا تلقي كل واحد حاطت مقولة للحكيم للفلاسيفة وهو مستخبي وراها وكأنه هو خلاص مع أنه أصبح شخص أجوف هل هناك من يدعي الثقافة ومن هو مثقف الاختلاف بنقدر نحكم عليه إزاي كثير جدا جدا من مدعيين الثقافة للأسف شديد لدرجة أن احنا أصبحوا كتير من الناس مش حابة تحط الصورة بتاعتها هي حط حاجة معصومة معينة وكلمتين ثلاثة للحكيم أو فيلسوف ورؤية وبعض الأوقات بتخطيبها كل شيء هي تتمنى أنها تعمله بس هيها بتعملهوش أو تمنى أنه بيعمله وهي ما بتعملهوش الدافع بقى أن أنا حقق أهدافي الفراغ الفراغ يا أستيسة الفاضلة لا يعني أنا الوقت عايز أحقق أهداف عايز أكون طموح عايز يكون عندي إدعاء مفيش أهداف ممكن أحققها على السوشيال ميديا وأنا أعيش في عزلة مفيش أهداف وأنا أعيش في كهف فهبدأ أحط رؤية لازم أخرج بين الناس لازم أسمع بإموئي لازم أفكر زي ما يفكر وأتكلم زي ما يتكلم حضري قلت لي إيه فرق من الثقافة والتعليم الثقافة هو الشخص اللي يعرف من كل شيء شئه بيقوم بي صحيح معلومات عندي معلومات أوقات كتير جدا المثقف بيكون أكثر حكمة لأنه يمتلك تجارب عن المتعلم صحيح وأوقات كتير جدا المتعلم لما يمتلك من الثقافة الجيدة بيكون أكثر رزالة ورؤية بيدعم تعليمه بالثقافة بظلط لكن لا أبقى تعليم ولا أبقى ثقافة دي أزمة صعبة صعبة جدا وأستخبى ورشاشة الدعي الاتنين الثقافة والدعي التعليم إحنا في أزمة داخل المجتمع المصري محتاجين بناء منظومة قيام محتاجين الناس القائمين على علم الاجتماع من العلوم المهم جدا لأنه بيدرس على مدار التاريخ يعني المجتمعات على مدار التاريخ والاستفادة من التاريخ بشكل عايم إحنا تاريخنا محترم جدا وتاريخنا إلى الآن بيدرس في العالم كله أما وكان إحنا محتاجين نرتقي به أكتر من كده بكتير إحنا في أزمة محتاجين نخرج منها مش هنخرج منها إلا بالاجتهاد وبالعمل ثقافة العمل لحضرك بدأتي بها الموضوع ما فيش شيء بدون عمل ربنا أمرنا من عمل سيدنا محمد قال السلام من عمل منكم عملا فليتقنه اتقان العمل العمل عبادة لما رسول دخل المسجد ولأ واحد بيصلي 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 قال له أنت بتشتغل قال له لا أنا أخيك بيشتغل قال له أخوك أفضل منك العمل عبادة العمل طقوة العمل إتقان العمل أنت بتبني لنفسك وبتبني لدولتك بتبني لابنك إحنا محتاجين إعادة منظومة القيام إزاي أفكر في الناس أفكر في وطني أفكر في مجتبعي أفكر في مشاكلي ما فكرتش في أني أنتقد سهلة أوي أني أنا لو شفت أي حاجة حلوة أطلع انتقادات فيها لكن ليه عيني ونفسي ما بيشوفوش غير الشيء السلبي ليه ما أكبرش من قيمة الشيء ما قيمش الشيء بالمجهود اللي بوزل فيه في الوقت الصعب اللي بيبوزل فيه بالأشخاص اللي تحملوا العبء دوت إحنا محتاجين عملية بناء نفسي داخل المجتمع نقدر نحسن بها صورتنا قدام نفسنا الأول ثم قدام المجتمع لأن إحنا في أصعب الأوقات اللي بيمر بيها العالم دلوقتي يكفينا إن إحنا نمتلك الأمان يكفينا إن إحنا نمتلك الأمان دول أوروبية بتقول معطنيها أخرجوا برة لغاية الشيطة ما يخص خلينا نقول حاجة تانية إحنا عندنا حضارة وعندنا ثقافة وعندنا مزيج كده مختلف يعني مصر لها كده طعم ومزيج مختلف إزاي نقدر ننشر الثقافة على مستوى العالم بحيث إنه يكون أداة جذب للسياح لأنه أكتر حاجة بتشد السائح أو المواطن هو إنه يكون فيه عنصر الجذب نقدر نعمل ده إزاي ونرواجه إزاي؟ أولا كان زمان من فترة عشر خمستاشر سنة كان الفيلم المصري هو السفير بتاعي من خلال لما كان بينقل الشخصيات القيمة مش بينقل البلطجة والرأس والطابل والمخدرات الرقي يعني إحنا بكونا منشوف ده في الأفلام القديمة مثلا الأبيض وسود كتير قوي نشوف إنه مثلا السيدات بيلبسوا الملابس اللي كانت بتتعمل في فرنسا مثلا مركات عالمية الموضة كانت بتنزل في مصر سنة الموضة يكفينا فخرا إنه إحنا لو عاوزين نرجع بثقافتنا أو الثقافة النعمة بتاعتنا نتذكر سيدة أم كلسوم لما غنت في باريس وشارلي ديجول بعت لها رسالة ترحيب والدينة كلها وقفت الكلام على أم كلسوم صحيح ده الفن مالوش دخل نهائيا في اللي بيحصل دلوقتي هو ده الفن فن يوسف وهبي فن أم كلسوم فن دي كلها قوة نعمة دي قوة مؤثرة ويكون أكثر تأثيرا يعني خصوصا على الشباب يعني أنا الوقت لو بشاهد فيلم أو بتفرج على حاجة معينة لما بطلع بمور الليسون أو نصيحة أو درس معين أنا بستفيد بي أنا بتأثر كمان مدى عمق المسلسل أو الفيلم أو الممثل بيديني تأثير في حياتي لما كنت تشاهد في الممثل تحسي يا ده ده قيمة ممكن يبقى عموثل ممكن يبقى عالم ممكن يبقى دكتور صحيح أداءه ما سمعناش عنهم هو قدوة يعني نبسه وطريقته أداءه بالزرع طب النهاردة اللي حصل ده ده ثم دول أصبحوا قدوة المجتمع طب يا دي مشكلة بقى السوشيال ميديا هي المشكلة هي مشكلة رأس المال الصقاف المتلقي نفسه عنده استعداد فأنا لازم أأهله أنه يكون مثقف أنه يكون متعلم بحيث أننا أقدر أننا يعني هو لو شاف حاجة زي كده أنه يقدر يحكم عليها لأ ده مش الصح الصح كذا لازم أرقب الزوء العام عنده الأول لازم أدرسله بقى أبدأ بالنشئ الجديد أدرسله يعني إيه ثقافة يعني إيه فكرة يعني إيه نقية يعني إيه نطج يعني إيه تقدر تختار المكونات اللي هتحطوها جواك وتحذف كل شيء سلبي ممكن ياخدك في الاتجاه الحاجات اللي هي غير إيجابية إحنا محتاجين نبدأ من جديد مع بداية النشئ ضيف حضرك اللي كان موجود قبل كده كان بيتكلم عن النشئ بشكل خويس جدا بالزبط الاستراتيجية 20-30 للتعليم أهمها التعليم أهمها أنا أبدأ مع الطفل الصغير إزاي في عجالة أقول لحضرك الحكاية بسيطة مرتبطة بالثقافة أحد البحثين كانوا بيدرس في دولة إفراقية فحبي يتكلم مع الأطفال اللي جوا القبيلة فجاب لهم شكولاتة وحطها لهم عندي شجرة وقال لهم هنقف هنا ونعمل خط وهعملكم سباق جري اللي هيوصل الأول هناك هياخد إيه؟ الشكولاتة الشكولاتة وأول ما سقف كي هتجروا أول ما سقف الأطفال مع اختلاف أعمارهم جريوا لا مسكوا قدينهم كلهم في قدين بعض وفضلوا رحيل لغاية هناك فالباحث افتكر أنه هو ما عرفش هوصل لهم الرسال قال لهم لا دا كان سباقا لهم احنا ما نعرفش حاجة سباقا احنا نعرف نروح كلنا للشيء مع بعض وبونتو العدل احنا عندنا مساواة جوا المكان أهلين لما بيطلعوا يصطادوا الصيد اللي بيجيبوه أول ماس بياخدوا منه القاعدين في البيوت الناس التعبانة والمرضى احنا ما عندناش حاجة اسمها حد يسباقا احنا نمشي كلنا دي ثقافة لكن عندهم تلفزيون ولا ميديا ولا سوشة ولا اي حاجة هما اكتسبوها من الحياة احنا محتاجين نكتسب الايد في الايد من تاني احنا نكون كتفي في كتفك ايدي في ايدك نقدر نمشي بخطوات سبتة نفكر شوية في المجتمع وفي الوطن نفكر في غيرنا نفكر بالزبط يعني نتخلى شوية عن شيء من الانانية الانانية ان انا قاعد قدام شاشة واتكلم واحكي واقول وانا سيب وراي مسئوليات شغل او بيت او اولاد صحيح الحقيقة حضرتك نورتنا وشرفتنا لكن دايما بنقول ان القوة النعيمة هي الاكثر تأثيرا بالنسبة للشخصية وبناء الانسان بشكل عام وهي اللي بتؤدي الى الابداع في النهاية احنا ملناش مفر من القوة النعيمة هي جزء اساسي من الثقافة اكيد زي ما قلت لحضرك في تعريف الثقافة هي مجموعة المبدعين والمفكرين داخل المجتمع اللي بيقدروا يبنوا نمازد ويحطوا افكار ويعيدوا صياغة قيم جديدة تتناسب معها من جيل لتاني احنا بالناشد كل مسئول في المجتمع مسئول اجتماعي ثقافي عنده قدرة انه يكتب او يشرح او يفهم او يوصف يحط حلول لا اصغر مجموعة حواليه ابدأ باقل دايرة حواليك اكيد ابدأ بعمل خير حواليك ابدأ بعملية تصقيف انشر شيء في خير عشان نقدر نجتمع تاني على كل خير ان شاء الله حضرتك نورتنا وشرفتنا دكتور طارق عبو طالب باحث بعلم الثقافات شكرا جزيلا شكرا حضرتك مشاهدينا غدا ان شاء الله فريق عمل اخر بنصبح عليك وإلى لقاء شكرا جزيلا